وإن شاء الله لمنتخبنا الوطني ويبقى المهم نعم إيه اللي مالوش خير في أهله أعتقد اللي مالوش خير في أهله مالوش خير في أي حد ده المثل الشعبي اللي بيعكس حقيقة قيمة الوفاء وقيمة إن أنت فعلا يكون عندك هذا الامتنان لدور الأهل أو لدور من ربوك ومن علموك ومن أضفو لك في حياتك العامة كلام ده بمناسبة اللاعب ناصر ماهر ناصر ماهر واحد من مدرسة الكرة في النادي الأهلي خد فترة في قطاع النشئين اتصعد للفريق الأول كان بيؤمل عليه كتير لعب مع الفريق الأول مطشط كتيرة ثم كانت الرؤية الفنية للمدربين شوية ما بين الإعارة ويرجع شوية يرجع تاني ثم انتهت إلى البيع لفيوتشر ثم فيوتشر بيبيعه لنادي الزمالك عشان يطلع علينا ناصر ماهر يتكلم على الأهلي ومن فيه نشوف انت دلوقتي في حاجة في نادي الزمالك مش موجودة عند ناس كتير فهي فيه فرق فيها نجوم بس ما فيش فريق عنده أساطير دلوقتي في مصر فيه فرق عندها نجوم ولعبة جمدة جدا بس ما فيش فريق عنده أساطير لكن الزمالك فيها أساطير دلوقتي يعني انت بتتكلم على الشكبه دا مستور دلوقتي بتتكلم على عبدالله السعيد مستور بتتكلم على عبدالشافي نفس القصة دزيزو برضو يعني لا دزيزو بص أنا بكلمك عن الناس دي كبيرة ايو ايو بتتكلم بقى على أحسن الله في مصر طب الأهل ما فيوش أساطير لا الأهل في نجوم ولعبة عشان بس أفصل لحد يشي فصل لا 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 الأهل في نجوم ولعبة كبيرة جدا أنا بتكلم ان دول أصلا حتى يعني سنا كمان ما وصلوا لمرحلة كبيرة جدا يعني أهل في نجوم كبيرة لكن الزمالك في أساطير طبعا شوف لما بقولك الهرتلة والتضيع الوقت بقى الحوار هو نجوم ولا أساطير ومين اللي عنده نجوم مين اللي عنده أساطير أنا ما نش قادر أفهم الحقيقة خالص إيه المعيار مين اللي بيحطه وقيمة عندك أساطير ومع 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 ولقى اللي عنده نجوم بتترجم إيه يعني الحقيقة مش فاهم طب الحقيقة يعني مش عايز أتكلم على قيمة شيكبالا لأنه لعب موهوب طريقه كل اللي فيه واضح للجميع وعبد الشاف الراجل عنده كمية من الأدب والأخلاق والزوء بتسبقه في الحديث عنه في أي نجوم أسطورة أخلاقية ومش عايزين نصنف ونتكلم بس هو للأخ ناصر هو عبدالله السعيد أسطورة قال عيد محترف هايل لكن خليه أسطورة بمفهومك هو مين اللي أسطر عبدالله السعيد الأسطرة جات له منين جات له منين الأسطرة إلا من النادي الأهلي يعني أنت دلوقتي وصفته في الزمالك أنه أسطورة طب ما تقولي الأسطورة عبدالله السعيد لعب قبل الأهلي مع الإسماعيل وهو نادي شعبي له قيمته ولعب بعد النادي الأهلي مع بيرامز وهو نادي رأس مالي له ميزانيتو أي بطولة حقها عبدالله السعيد قبل الأهلي أو بعد الأهلي عشان تأسطره على حساب الأهلي لو هو سطورة فهو ميد أهلي قولاً واحداً صنع في الأهلي لأنه عبدالله السعيد 13 بطولة كلهم مع النادي الأهلي يعني عبدالله السعيد خد ثلاثة دور في حياته كلهم مع الأهلي خد أربعة سوبر مصري كلهم مع الأهلي خد كاس مصر فقط مع الأهلي خد كاس الكونفدرالية فقط مع الأهلي خد اتنين سوبر أفريقي فقط مع الأهلي الراجل ما رفعش كاس ولا شف فرحة إلا مع الأهلي فالله أسطره هو النادي الأهلي لقبل الأهلي خد بطولة ولا بعد الأهلي خد بطولة عشان تنتقص من قيمة الأهل ودور الأهل وتأثير الأهل لكنه إيه ما فهوم الأسطورة عشان الكلمة دي والناس على فكرة أما يجي عايز ينزع هذا الحق أو هذا التصنيف الأسطوري من حد يقولك بصوا بقى من الآخر محمد صلاح هو أسطورة الكرة المصرية أو محمد صلاح أسطورة الكرة المصرية وعشرين لعب تاني نجم في السابق والحالي أسطير وفقا للقيمة إذا كان الأسطورة في اللغة من يأتي بما هو غير متصور في الأسطير الحاجة يعني أسطير خيالية فور خيال إنه مش حقيقة ده خيال ده خيال يعني المبالاة في قيمة الشيء حتى يزمع إنه ده مش في الطبيعي مش في الطبيعي ده بره التخيل فوفقا لهذا التعبير الدارج والتصنيف اللي البعض عايز يديه لحد عشان يحرم حد منه لا الكرة المصرية زاخرة بالأسطير إذا كان فعلا الأسطورة بالشكل ده لكن تبقى المغازلة للزمالك وجمهوره إن أنت يا راجل النادي الآله مفهوش أسطير ده النادي الآله كله أسطير ده الأسطورة اللي أنت بتتكلم عليها كابتل عبدالله السعيد ما تأسطرش إلا في الأهل وفقا للقيمة بتاعتك كمان لأنه هو ده جزء من النفاق اللي موجود للأسف وإحنا الهدف في الفقرة دي مكافحة هذا السلوك مش كل لعب ينتقل لنادي تبدأ المغازلة الرخيصة للنادي الجديدة على حساب ماضيه وعلى حساب سابقه دي مسألة أخلاقيا معيبة جدا وإنتوا بتقدموا كمان سلوك للناس وللشباب سيء جدا فأي حد يرتبط بعمل ولا يرتبط بحد بمجرد ما يسيبه لازم أن يسأله عشان يكتسب ود الجديد ده سلوك الإعلام لازم أن يكافحه عشان يبقى أسطورة طبعا يعني الأسطارة من خلال يسأل الأهل طيب هتشوف نصر مار قال إيه كمان على علاقته مع واحد زي المسلماني ما هو مسمان الرجل ده رجل مدرب وسعى للنجاح ولما راح الدور السعودي دلوقتي اتكلم قد إيه النادي الأهلي أضاف له جديد وقد إيه بيشكر الكابت المحمود الخطيب اللي وثق فيه وإداله الفرصة واعتبر إن ده إضافة كبيرة جدا كانت لقيمة المدرب الأفريقي على حد تعبيره مسمان الرجل اللي اشتغل بكل ود وإخلاص هو كان صاحب القرار بالنسبة لناصر ماهر اسمع ناصر ماهر كان بيقوليه عن معاملة مسمان معاه تعرف إنه المسألة في الأول وفي الآخر الملعب كنتش بحبها خلص وعملت معها مشكلة بسببها أنا فاكر أنا فاكر مرة من المرات يعني بصراحة يعني كابتن وليد سليمان دايق منه جدا دايق منه عشانك ولا عشان نفسه انت مثلا يعني مستر مسمان كان يعمل إيه أوقات يجي مثلا نجي نلعب تأسيبه يسيب الدنيا كله ويخرجني برا التأسيبه فالموضوع ماهر وجي فترة كده بقى في الآخر عمل كده مع 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 كابتن وليد فأنا مكانش يعني برضو بالنسبة لإن أنا في حتة إحراج شوية أنا كنت يعني بقى عارف موضوع ده هو عمل كده مع وليد فعلا يعني أنا مثلا وليد سليمان كنت أعمل كده مع فى الآخر وأنا فى الملعب مثلا بقى لما يجي بقى خلص يعني أنا وليد عشان كانت ساعاد بيلعب وليد فى نفس المكان فأنا بالنسبة لي أنا اتعيب نهيد يعني كابتن وليد يخرج وانا يبقى موجود فأنا بحس انها عيب يعنى لا وكابتن وليد اللعب كبير وعيب مصرف فخلص هاخرجانا فكابتن ولي بقى لأ خليك أنا أخرج لأ خليك أنت خليك أعد أنا عادة أتوقف عند كلامه أنه موسيماني كان ما بيتطلعني من التأسيمة وأنا كنت بكسف لأنه عمل كده مع الكابتن وليد وأنه هو يعني كان يقول له لأ خليك أنت كابتن وأخرج أنا وقال له لا والله إلا خليك أنت أنا أخرج هنوض على الكرسي يعني هو الظهر كانت عزوم على العشا وهم بيعني بيتفاع كابتن وليدي يا كابتن ناصر أنت مشيت وأنت بتقول عيب يعمل كده مع كابتن وليد ماشي مع أن هي مسألة مسألة ملعب لكن موسيماني اللي أنت مشيت في عهده كمل بعديك الكابتن وليد لحد ما بطل وكان موسيماني بيلعبه في اللحظات ويسقف له ده مرة موسيماني يعني في ريأكشن ما شفتوش من مدرب على الجوني اللي جابه كابتن وليد كابتن وليد كان جوني التاني يعني 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 عمل عمل تعبير أكشنت آآ إنه ما شفش كده آآ فما كانش في حاجة بينه ده دليل إنه لما كان بيخرجك بيخرجك برؤية فنية أو لما كان بيقول لكابتن وليد ربما لقرحته ربما للرؤية فنية ربما لعدم الجهزية لكن احترامه لكابتن وليد أنا بستند إليه عشان أرد عليك فما سألت إنه كنت والله العظيم على فص عيني وكنت بكسف إنه أنا بقى في الملعب وكابتن وليد يخرج لا ما تقطعش قلبنا أكتر من كده طيب ناصر ماهر قال لي مهيب أنا كنت عايز أروح بيرامنز وكل هدفي وكل أمنيتي أروح بيرامنز بس الأهلي ما كانش عايز نسمعه ونشوفه قبل كده كان عايز إيه بالزبط هو خليفة عبدالله السعيد ومحتى في المقارنات كنا نقول ناصر ماهر عبدالله السعيد يشاء القدر إن عبدالله السعيد يبقى موجود مع ناصر ماهر في فرقة واحدة وفي وقت واحد وفي سكواد واحد فده بيعني لك إيه هقول لك على حاجة أه وأنا ماشي من النادي الآلي أنا ما كنتش عروح في يوتشر كان ساعتها كان فيه مفاوضات مع نادي بيرامنز وهما كانوا يعني ضغطين جامد إن أنا أكون موجود وأنا خلاص كنت أخد قرار إن أنا همشي فكنت حابب إن أنا أبقى موجود معه في بيرامنز أه اتقل لي بالحرف مش هتلعب إنته وعبدالله واحد في كلها يلعب لأ ايه اتقل لي مش هتلعب إنته وعبدالله في فريق واحد فمفهمتش ليه يعني فراح لقيت يعني الشخص يعني قال لي يعني مش هينفع اتنين إمكانياتهم جامده هو كده كده ده المنافس بتاع فالكد مش هروح أقوّل المنافس فقلت له ما انت عارف لما انت هتقوّل المنافس آه لأ ليه ما لعبتش فقال لي بقى ظروف آه أوكي ففي النادي الأهلي قالوا لك فهم مش هينفع انت وعبدالله شخص شخص ماشي 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 بس في النادي الأهلي مش هينفع انت وعبدالله تروحوا نادي برامت لأن ده هيقوي النادي ما انفعش انت وهو تلعبوا في النادي واحد حلو ده لعيب مثلا ولا مسؤول 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 فقالك لا انت موجود من مجلس مجلس إدارة لا ولا جاهز فني يعني حد ماشي اوكي انا احترم ماشي ماشي انا عرفت واما عرفت اه لف وما روحتش برامت يعني ما روحتش طيب طلب ان يروح برامت كان امنيته روح برامت هو في الاهلي مش الزمالك يعني لأنه دلوقتي بقى الزمالك حلم حياته وانه هو اكتشف انه كان زمالكاو بس وقت ما كان عايز يروح برامت هو اكتشف انه كان برامت اوه طب حيروح يلعب فتقاله في الاهلي الجملة الغريبة اللي انت لو مدير كورة اللي عيد بقولك انا عايز امش اروح برامت يقول لأ انت عبدالله السعيد لأ يعني يعني عايز سألك سؤال خاصة خاصة استاذ ابراهيم هو مش بلعب راس حربة وراه عبدالله السعيد فهيشكله سنائة ده هو بيلعب في نفس المركز وتقال له انت بديل الكابتن عبدالله في الاهلي هو اللي بيقول فهيروح يلعب معاك زي ما هيبقى بديل بتاعه برضه القصة كلها استاذ ابراهيم يعني يعني كل حاجة بتتقال هي بتتقال لغرض معين يعني اتا الوقت كنت عايز تروح في رامت ولا كنت عايز ولا انت زمالكاوي وكان حلمك تروح الزمالك ولا مكنش متخيل تروح الزمالك لانه ممكن يقولك انا اصلا مكنش متخيل ان انا عندي الفرصة دي ان انا اروح نادي الزمالك طيب يعني دلوقتي الراجل ده جماعة كان اكتشف انه هو زمالكاوي وانه والده كان زمالكاوي وانه لو والده الله يرحمه كان عايش كان هيبه فرحان انه حق حلم حياته واكتشف انه لا ده جمهور الزمالك بيحب الكرة وأنا اكتشفت أنه جمهور بيفهم في الكرة في التلقيح المسف إياه لكن وفي فترة كان بيضغط عشان يروح بيرامت كل ده الراجل عايز يخرج من النادي الأهلي وخلاص هل لما قبلها بشهور كان معه هاني حتحوت هل كان عنده نفس الرغبة ونفس الرأي في النادي الأهلي وهو في النادي الأهلي ولا لا الكلام قاطع اسمعوه أنا بالنسبة لي نادي بيرامتز نادي محترم لكن أنا بالنسبة لي الأهلي هو رقم واحد النادي الأهلي زي ما أقولك ده بيتي ده اللي أنا تربيت فيه ده اللي أنا عشت فيه أكتر ما عشت مع أهلي أكتر ما عشت بقى مع أمي ومع أبويا ومع أخواتي ومع أصحابي كل ده أنا موجود في النادي الأهلي أنا موجود في استراحة الناشئين في النادي الأهلي فأنا عشت في النادي الأهلي أكتر ما عشت في بيتنا فأنا اختياري دايماً هيبقى النادي الأهلي والمنافسة مع عبدالله سعيد ممكن تبقى أصعب من المنافسة مع أبشا وصالح الجمعة ممكن داي يكون ضمن أسباب أنك عايز الأهلي مش بيراملز دا خالص بس الأهلي دايماً أنت في وقت كده أنا محتاجة حقق فيه حاجة وهي البطولات البطولات هدخوضها في النادي الأهلي بيراملز يعني مش عايز منفعش أقل من نادي زار بصورة كويسة لكن النادي الأهلي في أفريقيا أكبر نادي في أفريقيا فأنت عايز تبقى فيه دا لو النادي الأهلي محتاجني النادي الأهلي محتاجني هو الرقم واحد أيوا فالأولوية بالنسبة لك للأهلي إلا إذا الأهلي هو اللي عليها حاجة تانية يعني كلام التاني خالص هو الأهلي رقم واحد والنادي البطولات وأنا يعني ما أقدرش أي طموحات إلا في النادي الأهلي إنه دا نادي بطولات وتربيت فيه أكتر ما قاعدت في بيتنا اللي هو البيت اللي فجأة اللي عنه زمال كوي وإنه هو يعني اكتشف إنه ألا دا أنا كنت مش شجع الأهلي لا دا أنا كان أصدر شجع زمالك بص يا جماعة الكلمتين اللي تقالوا دول خطورتهم فين إن التحول مئة وتمانين درجة في الأول هاني بيسألوا عن عرض بيرامنز قالوا لا ما احترام البيرامنز يعني أنا في الأهلي خدوا بالكو الفيديو الأخير كان بيسعى إنه يروح بيرامنز وكان همه يروح بيرامنز بس مع مع مهيب كان همه يروح بيرامنز مع حد حوت لا بيرامنز مين هي اللي اختلفت الكرسي أو الشاشة دي على الشاشة دي أو الوقت دا عن الوقت دا عشان كده لما يبقى الكلام فيه قدر إساءة من نادي الآلي فإذا أتتني مزمة الكلام يا جماعة بالشكل دا أنت وأنت في النادي الأهلي النادي الأهلي رقم واحد في أفريقيا ما ينفحش أسيب النادي الأهلي النادي الأهلي دا أكبر نادي ممكن يحقق معا بطولات أنا مش مش هيزة أروح بيرامدز وبعد كده مع مهيب ده أنا كنت عايز أروح برامد وكان الأهل هو اللي منعني عشان كده الكلام ده استفز واحد زي الزميل إبراهيم عبدالجواد والحياة أتكلم فيه بمنطق أخلاقي محترم نسمعه إبراهيم عبدالجواد عن اللي ملوش خير في أهله طب أنا عايز أعلق ممكن قبل ما نروح طب طب هو بيقول كده ليه يعني هو أنا ما روحش برامد ده الأهلي يريد هروح برامد لأ ما تروحش برامد مع عبدالله السعيد حتقوي طب أنا للوقتي أنا مع عبدالله السعيد في برامد في الزمالك وده حلم حياتي وده بيتنا وأنا اكتشفت إن أنا إزاي كنت بشجع الأهلي أو ده أنا كان قصدا شجع الزمالك ده الأساطير هنا الكلام ده بيتقال طبعا وده اللي يعني كان مش ملخبطني كان مخليني مشفق على الوسط الكرة في مصر إن أصبحت الفكرة كلها مغازلة الرأي العام أنت بتدخدغ مشاعر مش بتتكلم باحترافية هل من حقك تفرح بخطوتك يا كابت الناصر إنك روح تزمالك مؤكد دمالك نادي كبير وإنت انتهى بك المطاف إلى نادي غير جماهيري نادي كبير برضو بس غير جماهيري ورايح ضمن مشروع لعبدة البطولات النادي زمالك الناس تبساموا إنك هتساعد حلو قوي وافرح كل كلامك كان ينبغي أن تصب في هذا الإطار أنا مع الزمالك آه أنا ابن الأهلي أنا اتربيت في الأهلي ما جات ليش صبت مرتين وخدت فرصي وتعليجت في النادي الأهلي وقعرتي ورجعت لكن المدربين برضو ما خدتش فرصتي وهي فرصة جات لي أروح نادي بحجم الزمالك عشان أدور على البطولات اللي أنا محتاجة كلام يبقى محترم جدا مش مطلوب أبدا من أي لعيب عشان تحبني لأنت هاجم الأستاذ إبراهيم ما هو أنت لا أتيت يقول أنا بحبك عاد لي لا يا حبيبي فأنت تقول إبراهيم ده في الإعلام مش عارف إيه والعكس هنا المأذق لأنك بتخلي الناس تعمل حاجات لا تعلم الناشئ اللي جاي الانتماء للولاء ولا حد حيصدقك في حاجة بعد كده ولا ده المطلوب منك المطلوب منك أن تخلص فيه داخل هدي الزمالك خاصة أنه أنت سمعتوه الراجل بعضمة لسانه قبل كده كان بيقوليه عن النادي الآلي وكان يرى حجم الآلي مقارنة ببقية المنافسين إيه إزا يكون في الآلي وعايز أروح لأي نادي تاني أنا في أفضل نادي في أفريقيا بعد كده النادي ده ما فيهوش نجوم النادي ده فيه أساطير إبراهيم عبد الجواد اتكلم في الأصول لما شفت وسمعت كلام ناصر ماهر استوقفني أكتر من نقطة جانبه فيها التوفيق تماما أولهم أنه النادي الأهلي ما فيهوش أساطير أو أن النادي الزمالك هو الفريق الوحيد اللي موجود دلوقتي اللي فيه أساطير واستشهد بشكبالة واستشهد بعبدالله السعي طب محمد الشناوي إيه ظروفه بالراجل اللي هو حارس مرمى مصر الأول بقى لهو 6 سنين أكل الأخضر واليابس مع النادي الأهلي حارس مرمى منتخب مصر في كاس العالم ووصل الاثنين فينال أو واصل مع منتخب مصر ماستكملش قال بطولة اللي بعد كده بس كان مشارك في البطولتين طب أحمد فاتحي اللي مقافل اللعبة 3 كاس أمم وكاس عالم شباب مع كابتن حسن شحاته وأولمبيات وأخذ كل حاجة مع الأهلي اللي مالوش خير في أهله مالوش خير في حد واللي مالوش خير في النادي اللي رباه عمره ما هيكون ليه خير في النادي اللي هو رايح له ومش فاهم ليه عشان نعظم في شأن طرف لازم نقلل من الطرف التاني فمش عارف ليه نغمة التقليل عشان قصف الجبهات ونكسب عقليات الجمهور أو بعض عقليات الجمهور آه الكلام ده ممكن يخليك ناصرة أو غيرك من اللعبة اللي بتعمل هذه التصريحات تكسب عقول بعض إيه الجمهور لبعض الوقت لكن صدقني وأنا أصدقك القول اللي يخليك تكسب حب واحترام وأي لعب تاني غيرك في أي نادي هو رايح له هو عرقك وتعبك ومجهودك وشقاك جوه أرض الملعب وإزاي أنت تكون مساهم مع فرقتك في تحقيق بطولات تصريح زي أن أنا وأنا في الأهلي كنت بس عندي حتة في الزمالك عشان أنت ما كنتش تقدر تقول الكلام ده وأنت موجود في الأهلي يعني طبعا آخر جملة هي المهمة أنت ما كنتش تقدر تقول الكلام ده وأنت في الأهلي لا عن والدك ولا عن الحتة اللي في قلبك لا لا ما هيش كده أستاذ برهيب بس تبقى موجودة أنا مش أدر أقولها لا هي مش كده هو ما قالش كده قال للأهلي عشت فيها أكتر ما عشت في بيتنا وده إيه أنت بتتكلم إيه ده الأهلي ده أول ده في أفريقيا هي مش فكرة تقدر تقول إيه ما تقدرش تقول إيه أنت تقول كده ليه أنت بتخدم على إيه قال له هي يعني مسألة قصف جبهات ويقول لك يا ودي حراف أنت يحبوك أكتر ده عندك طعم الجماهير محدش هيستن بص مرة وأنا بكتب حاجة اسمها هوامش وتفاصيل أهي ما كانت هوامش وتفاصيل ده من 30 ثاني في المجال أو أكتر مسؤول كبير كان عندنا مباراة ودية يوميها معاحدة الفرق الشقيقة الخليجية الشقيقة مسؤول كبير طلع يوميها عايزي جامل فقال لك حقيقة من كل قلبي أتمنى فوز فريق كذا على متخب مصر أنا كتبت له سطرين اتنين كتبت الجملة دي كل جملة لم يسعد بها أحد لا المصرين الذين استنكروه ولا كذا الذين لم يصدقوه هم اللي انت بتجميله مقود مش مش حيصدقه مش قوي كده يعني حيتقالك مش قوي كده ما هو براهيم عبدالغاد بقوله اللي بيلوش خير في أهله محدش هيقباله محدش مش هيقباله يصدقوه ازاي طب انت ممكن في أهله دول اللي كانوا مسكينوا كل يوم بيجلدوه بيترابوه وبتردينوا في الشارع وحاربينوا من مصروف ممكن ما حبهمش لكن لما يجد كل الخير ان انا أصاب بالصليب مرتين وفي كده في مرة وفي كل مرة أعالج وأغيب تقريبا موسمين ونص يعني نادي القالي وانا باخد كل حقوقي المادية والرعاية الطبية لحد ما أقف على رجلي وبعدين اكتر مجاز فني يجرب معايا موفقتش خلاص او القالي بقى وقتها كان زاخر بالنجوم ما لقيتش مكانك او قدرة تعطى النفس ما كانتش موجودة اي سبب واخره المسلماني اللي انت كنت جاي من سموحة اللي عايزة استفيد منك فانا عايزة أقول يا شباب يا لعبي الكورة خصوصا اللي بيلعبوا اللي بطالوا دول لكم فعونهم اللي بيدور على شاشة واللي بيدور يعدوا قدامها واللي بيدور على فرع مرانا فاشتم القالي او هاجم القالي خلاص بقى الطريق محفوظ تجد فرصتك اه اعمل كده يعني رأيي ما تعملش كده احترما لتاريخة كل نفسك عايزة تعمل كده التاريخ هو اللي هيعكم عليك لكن لكن تكون لعيب ولسه بتلعب والناس ذاكرتها شايفاك مع فرقيتك كان عامل معاك ايه اه ليه على رأيك احنا بنستنسخ كل يوم ليه حد يعني كابتن جمال العلحب تقول لك مع الجنيش يطلع ميت واحد يقول له ده ما حصلش اه اواخد بالك عباس ومختار وغيره وغيره يقول لك لا ده اللي دفع الفلوس الحاجة تايسين الهواري قالوله عشان نادي الاهلي لا مش عشان الاهلي لان هو اللي كان بيمول في الحاجات اللي نادي الاهلي كان ميزانيته ما تقدرش عليها يه فبتعليمات من النادي الاهلي هو الراجل رحمه طلع ايه حاجة تايسير ده والاستاذ عاطف السلام واخرين يعني وقال الجرح حجمت في حاجة الا للاهلي نفسه والاستاذ ياسين يعني ناس اللي حطت فلوس كانت بتحط بتعليمات من النادي الاهلي لدعم النادي الاهلي اه مش بياخد العب على جنب يدينه لا فانت بتعليمات من النادي الاهلي هو بيدفع الفاتور اذا كان هذا يعني ماشي حسد انه حاصل بس مش ممكن هيعمله الا اه ليه والنادي الاهلي يعني هيفاجأ ان الفاتورة الدفعة مش هيسا الميل اللي دفعها يعني تنتقص من النادي الاهلي عشان الاهلي بيمول مسؤولياته بطريقة سيادتك يعني عايزة معلينا النهاردة انت برضو بتعمل نفس النموذج بتستنسخ نفس الطريقة فاحنا بنفكر ناس بدري قبل ما بعد الناس ما تنسى بعد شوية ونلاقي كل اللي بيتقال ده شبه الحقيقة يا جماعة افتكروا كل كلمة اتقالت وكل رد اترد عليه وفتكروا النادي الاهلي وقف مع لعبته كلها وتحديدا مع الكابت الناصر مار الكابت الناصر مار ده انا اول مرة شفته كان عنده 17 سنة وكان مع المتخب النشير والمتخب الالومبي وتنبأت انه حيبقى واحد من اهم اللعيبة في مصر وتسعد وجاله صليبي ورجع وجاله صليبي يعني مشكلته كان عنده سناني انه قبل مطش النجم الساحلي بيستبعد للاصابة فيروح يلعب مباراة كرة خماسية طيب ويجي الفيديو بتاع حالك تستعب حفيز مدير الكرة يعني كان مصاب ومشكلة انضباطية وتروح تلعب كرة خماسي وانت مصاب والجهاز بيطبق معاييره ماينفعش تقلي بالحقيقة وطول بيخراج انه مش جاهز ده كلام مهم هنطلع لفاصل ونشوف بعد الفاصل كلام تاني مهم اشتركوا في القناة